أن نقولها بالشكر يا أبانا اللسي في السماوات قدس اسمك ليات ملكوتك تكون مشاتك كما في السماوات كذلك على الأرض خبزانك فافنا عطينا اليوم مغفر لنا زنوب كما نغفر نحن أيضا للمسلمين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجين من الشريط بالمسيح يا صلى ربنا إلى الأبت أمين خم بخريستوس إيسوس بات اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 يتفضل يا رب رحمهم واخفر لهم فإنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السموات أما نحن يا رب كل نهب لنا الكمال المسيحي الذي يرضيك أمامك وعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا معك أفتي قديس يا رب يا رب يا رب تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه اللي لابغي الخطية مبارك أنت يا رب إلى هباؤنا ومتزعي ببركة اسمك الكدوس ملوء مجدا إلى الأبد آمين فلتكن رحمتك علينا كمثل التكلين عليك لأن عينا الكل تترقاك لأنك أنت اللي ستعطيهم طعمهم في حينه اسمعني يا الله مخلصنا يا رجاء أكتر الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أن اللي يبرك يا رب رحمتك دائما إلى الأبد أعمال لديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت إلى رب وقلت الحمد وخلص نفسي في أني أخطأت إليك يا رب انت جاءت إليك فخلصني علمنا أن أصنع مشيتك لأنك أنت هو إلهي عندك أنبوه الحياة بنورك يا رب نعاين النور فلتأت رحمتك لذين عارفونك برك للمستقيم القلوب لك أتجب البركة لك أحق التزبيع لك أنبغي التمجيل يا ألقاب والإبن والروح الكدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين جاءت الأعتراف للرب والترتيب لإسمك أيال عليه أخبر برحمتك في الأدوات وحقك في كل ليلة كدوس الله كدوس الكوي كدوس الحياة الذي لا يموت الذي ولد من العزراء ارحمنا كدوس الله كدوس الكوي كدوس الحياة الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا كدوس الله كدوس الكوي كدوس الحياة الذي لا يموت الذي قام من الاموات وسادة الاسموات ارحمنا المكدول الاب والابن والروح الكدوس الان وكل اوان والدار دور كل امين ايها السلوس الكدوس ارحمنا أيها السلوس الكدوس رحمنا يا رب يغفر لنا خطيانة يا رب يغفر لنا يسامنا يا رب يغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك يشفيهم من أجل اسمك الكدوس أبانا و أخواتنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوسوا يا من هو بلا خطيئة يا رب يرحمنا يا الذي بلا خطيئة يا رب عينا اقبلت الباطنة إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المسلس يا رب أرحم يا رب أرحم يا رب أباك أباك الذي في السماء لا تكون ملكوتك تكون مشاتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزانك فنعطينا اليوم اغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن عيدا للمزنوين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير ما سيحصى ربنا لك الملك والمجدلة خن بخريستوس إيساس بان جسامين الليل ويا شير نيت انتهي رويت اسقوا بسمينه توي يمبرتنو سنسيوني فين تيمس نوت اسمام بيريستون أني هو انتهي بروسي بشيها بشيري امريت انتهي فكاني نوفي ناني فول شير ثي تاسمي سينا نمبيوين انتاو مي بخريستوس من نوت تيبارتنو سسقوا ما تي هوي مبشوي سيهري يقون انتهي فورنيناني مبسيشي انتهي فكاني نوفي ناني فول تي بارتنو سماريهم تي سيوتو كاسس او اب تي بروسطات ستنهوت انتهي بجينوس انتهي مترومي اري برزوى فيناري يقون نارين بخريستوس وي ترغوغو هو بوس انتهي فئر اموتناني مبكو يبول انتهي نوفي شير نيو تي بارشنوس تيهورو اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 الإيمان المترجم للقناة 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 مارنون اشتركوا في القناة 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 شانين شكرا لكم 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 الانبياء وقالوا هو زالله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطب بمثلها مرتفعا بالحاكم اكثر من عصرية الممتلكة ما هي العصر الا قضية لانها مثال فتوريتها حبلت وولدت بغير مبادعة ابن العلي الكلمة الذاتي بصلواتها وشافعتها افتح لنا يا رب باب الكنيسة اسالك يا والدتي اجعل ابوان كناس ما افتح لك مؤمنين فنسالك ان تطلب عنا عند حبيبها دعيت يا مريم العزراء الزهر المقادسة التي للبخور دعيت يا حبيبها والمقادسة التي طلبت وحبيبها دعيت يا حبيبها بالحطر رؤى ساله والأنتبياء مثل عصارون الكاهير الزهراء وأوسق تسمران فلهذا نمجدك يا والدة الإله اسألي ابنك ليغفر لنا يا ملك السلام أعطينا سلاما قرر لنا سلاما وغفر لنا خطيانا قرر أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأباد عما نؤيل إلهنا فيه وصفنا الآن بمجد أبي والروح القدس يغاركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويا شفي أمره نفسنا وأكسادنا نسجد لك أيها الماسيح مع أبيك الصادح والروح القدس لأنك تيتأخ الله سنة تفسير اسمك في أفواه كل مؤمنين الكل يقولون يا إله العذر ماري أعيننا أجمع أبدأ باسم الديان راعي انفسنا الحنن الأن وكل أوان سيد الأمير تدرس سيرت بنا قدس كيما نغلب إبلس نلقى أبنا العارس سيد الأمير تدرس ولد في أخائيا من مصر ورومانيا يؤنس وأسانيا سيد الأمير تدرس من شطبي في آسيو من أصل غني مبسوط يؤنس أبو المغبوط سيد الأمير تدرس حسنية رومانية ديانتها وثنية بتعادل مسيحية سيد الأمير يوم وراء يوم بتزيد خلافاتهم مربت قيد أنظر تهديد ووعيد سيد الأمير تدرس أرشدها للإيمان حاول قدر الإمكان كي تترك الأوسان سيد الأمير تدرس قومت بعيند وغرور بعد شقي مصور هتعيش ويتموت مغمور سيد الأمير تدرس لو ترضى بأوثاني تشارك لي إيماني أعطيك كل كياني سيد الأمير تدرس ولأنه قوي الإيمان لم يفضح للشيطان لأوثاني يلاقب عن سيد الأمير تدرس شف رؤية وحلم جميل وملك موهب وجليل عزى بصوت التهليل سيد الأمير تدرس يا يحن طوبك طوبك أترك للرب فتك يرعاه هو ويرعاك سيد الأمير تدرس ومهرب لحياتك يلقك قبل وفاتك ويخطو خطواتك سيد الأمير تدرس يؤنس بإبنه للرب واعتمنه مؤمن ما خب ظنه سيد الأمير تدرس كبر الإبن الغالي ومقامه صرعالي في سلك الأبطالي سيد الأمير تدرس درس العسكرية وينال الترقية ووسام البطولية سيد الأمير تدرس سيد الأمير تدرس اختار المسيحية والسيرة السماوية أوثاً أوسانيا سيد الأمير تدرس أوليجانوس القسيس عمد أبنا القدس وبدأ حياتي التكريس سيد الأمير تدرس اشتقي ينظر آبه وتوسل للإله لاب الإله راجا سيد الأمير تدرس يؤن الشف ولده على أرضه في بلده ياسح حقق وعده سيد الأمير تدرس داله مستريح قرير العن وفريح على رجاء الماسيح سيد الأمير تدرس حريب الأمير الشجاع الفرسي والريع انتصر شعسي توزع سيد الأمير تدرس كفؤود قليديانوس بولاية أخيتوس وهناك خد حرب ضروس سيد الأمير تدرس هناك وجد التنين مخيف ورهيب سمين بيقدم له قرابين سيد الأمير تدرس أسان مسكينة أخد أولادها رهينة للتنين والما سيد الأمير تدرس نزل من على فرسه وصانه رابه وحرسه وبرمحه أصب راسه سيد الأمير تدرس مخايل رئيس الأربب رحم التنين وقصة أعاني الأمير وأجا سيد الأمير تدرس الأمير أنقذت طفلين لما قتلت النين أخرج منه الشياطين سيد الأمير تدرس لما طرق الشيطان شاك أهل ملك الرومان تدرس العبود الدين سيد الأمير تدرس أحضار الأمير أمامه أغراب علو مقامه رفض الأمير كلامه سيد الأمير تدرس صدر العمر البطر على تدرس الإسفه الغلال بالجلد وكيب النار سيد الأمير تدرس وإنها رفض الغالي صدر الأمير العالي بقى حال طول الوالي سيد الأمير في الهنباز علاء في زيت مغلي ألقوا حتى لسانه أطعوا سيد الأمير تدرس أشعلوا تحت النير النزاع من فم الأسنان علاقوا في عنقوا أوزان سيد الأمير تدرس مسحوا جروحوا بالجير بقوا في جسدوا مسامير وأطاحوا برأس الأمير سيد الأمير تدرس في كل عذباته الرب أعانوا صانوا عز أمر مفاته سيد الأمير تدرس أمان بإيمان ألوف ممن كانوا موقف وشاف عذب صنوف سيد الأمير تدرس حتى أسنان يا أمنت لما عينت ولمست عزبت ابنها شهدت سيد الأمير تدرس وهابت جسد هدية لبلادنا المصرية زبيحة حب عفية سيد الأمير تدرس أذكرنا يا أمير في حضرات القادر إلى النفس الآخر سيد الأمير تدرس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله من تدرس أعنى أجمعين كم تدرس أحمن تدرس أمير تدرس أمير تدرس يقولون يا إله اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 قدسنا طهرنا حللنا حدث شعبك املانا من خوفك وسلامك قولنا اردتك المقدسة الصالحة لك المجد مع بيك الصالح وروح القدس الآن وكل الآن وظهر ظهور كلها أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر بنا الذي في السماوات تقدس اسمك لأتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماوات كذلك على الأرض خوزانك فعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا وزويد علينا ولا تدخلنا في تجربة لك نجينا من الشديد من بسياسة ربنا لأننا لك الملك والكون مجلب تفضلوا استريح شاء ربنا وعيشنا يوم الأربع لا يوم ايه اللي اتنين اللي جاي نحتفل بعشية تبوسفين ويبقى الوداس الثلاث الصبح ان شاء الله الاثنين والثلاث القريبين وكل سنة وحضراتكم طيبين بنشكر كل الأحباء اللي قعدوا لنا العيد واللي عملوا لنا كياس الهدايا والحنوط والزيت والكساوي ونشكر ديرا بوسفين على محبتهم ودايما بيشركون الأعياد ربنا يفرح قلوبكم ونفرح ونتعزى بكلمة اتسبونا تيودور صدى لأبي بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى ظهر الظهور كلها أمين كل سنة وحضراتكم طيبين الكنيسة النهاردة تحتفل بعيد استشهاد القديس الأمير تدرس الشطبي واحد من أشهر القدسين المصريين وخلونا نحكي قصة الأمير تدرس الشطبي لأن يمكن أحيانا كتير بنكون عارفين القدسين عارفين أسماءهم لكن في أوقات كتير ممكن ما يكونش القصة نفسها معروفة لكن قبل ما نحكي القصة عاوز أقول وإحنا بنحكيها هي وصية يعني يعني أنا بقول هي وصية مشغولين شوية بصفر نشيد الأنشيد فيقول في العريس اللي هو ربنا يسوع المسيح للعروس اللي هي النفس البشرية آية جميلة في الإصحح الأولاني عدد تمانية يقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فأخرجي على أثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة دي وصية ربنا فيها بيقول لكل نفس مننا لو مش عارف تشوف الراعي كويس وتمشي وراه وتتبعه وانت مش عارف ربنا بيوصفك إنك جميل إن لم تعرف آياتها الجميلة فأخرجي على أثار الغنم يعني يعني شوف القديسين اللي مشوا ورا ربنا يسوع المسيح وتركوا أثار على الأرض في الطريق ولو مش عارف تستدل أخرج وراهم امشي وراهم عشان كده بقول لكم الكنيسة لما تحتفل بأعياد القديسين الكنيسة لما تحكينا سير القديسين والشهداء والأبرار والنسات الكنيسة لما تدينا دروس من حياتهم فهو تطبيق لفكر الله تطبيق لفكر كتابي ربنا بيقول فيه إن إحنا نشوف القديسين كانوا بيعملوا إيه ونتعلم منهم عشان كده هي وصية ويقول إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء فأخرجي على أثار الغنم وإرعي جدائك جداء دي يعني النفوس كمان التعبان اللي كانت المسيح كده لما فرق بين الخراف والجداء جاب الخراف عن اليمين إنما الجداء اللي كان فيهم مشكلة كان فيهم خطية فيقول وإرعي جدائك عند مساكن الرعاة مساكن الرعاة الكنيسة مساكن الرعاة هي الكنيسة فتخيل لنا ربنا النهاردة بيقول إحنا بنخرج على آثار القديسين نتبعهم ونتتبعهم عشان نقتدي بيهم يبقى كل سيرة قديس من القديسين مليانة بفوايد روحية دسمة لكل واحد فينا تعالوا نشوف قصة الأمير تدرس الأمير تدرس الشبي قصة حدوتها جميلة صدقوني وممتعة وهتتخيلوها معي كان في وقت من الأوقات الأباطرة اللي كانوا موجودين كانوا رومانيين يحكموا العالم كله أباطرة روماني وكان الملك في الوقت اللي موجود فيه القديس تدرس هيتولد يعني في أواخر القرن التالت الميلادي والقرن الرابع بعد كده هو يعيش كان ملك اسمه الملك نوماريوس وكان الملوك معهم كمان مجموعة من الأمر ومن الولاة ولهنة كانت الحرب جديدة ضد الفرس فكانوا يبعثوهم البلاد اللي الامبراطورية بتحكمها كلها يبعثوهم البلاد يعملوا يجيبوا منها الشباب الفتيان الأقوية اللي يخدوهم معاهم للجيش فيخرجوا هم كمان للحرب عشان كده هلا الأمير تدرس كمان عنده رتب ونياشين كبيرة المهم أنه يخرج واحد اسمه أنستاسيوس وأنستاسيوس كان أمير وكان الملك نوماريوس يحبه جدا ويصق فيه جدا ويأتي إلى مصر ويروح إلى صعيد مصر ويروح إلى أسيوت وبالد أسيوت اسمها شطب أو مدينة اسمها شطب لكن تدعي بالك هذا الأمير تدرس ليس بس من شطب لا هذا من قرية اسمها طابور اسمها طابور القرية دي أو المكان دوا كان تابع طبعا لشد وكان عليه هو كمان حاكم أولي سمي زي ما تسمي يعني كان اسمه الراجل ده كان اسمه كيريوس المهم جي الراجل أناستاسيوس وفي وسط البلد ما عجبوش إلا واحد في واحد عجبه وسط الناس اللي موجودة دي كله الواحد دمين ليس الأمير تدرس لأنه لسه ما تولدتش لكن الواحد ده كان واحد اسمه يوحنى شاكده وإحنا بنصلي التمجيد كنا بنقول يؤنس يؤنس أبو يؤنس ما يؤنس يعني يوحنى فعجبوا واحد اسمه يوحنى على الرغم أنه ما كان شجون دي ولم يكن كان رجل حرب ولا كان راجل جيش كمان لكن هو أثار أن هو يغدو هو شاف في وداعة وشاف في نعمة من المسيح فقال له أنا عاوز أخذ يوحنى فالراجل يتحط في مقزق لأن يوحنى دوا كان يبقى أخه زوجته هو على طول رجل اسمه كيريوس ده حاول معاه بكل الطرق الممكنة ما أمكانش أبدا أنه هو يرضى يسيب له يوحنى قال له هناخده يعني هناخده لدرجة أن كان الأمير آنستاسيوس على وشك أنه يفني البلد كلها لو ما دلوش يوحنى يعني عارفين بقى الموضوع دخل في إطار إيه العند بقى هناخده يعني هناخده فالجميل في الموضوع أنه أبض عليه ليس الجميل أنه أبض عليه أنه لما أبض عليه أن ربنا يظهر في رؤية ليوحنى ويقول له إيه روح ما تخافش ده ليه حكمة ليه حكمة أصلي كل الأشياء تعمل معه للخير مش زي ما نبقى فاكرين ربنا هلو روح معاه روح ده أنت هيبقى لك ذكر وقوي وهتبقى سبب لبركة في مناطق معينة وفعلا راح يوحنى معاه ولما راح معاه للنعمة الموجودة فيه الراجل النوماريوس الملك الكبير كان معجب هو كمان به فقرر أنه يجوزه هي العيلة كلها عيلة واحدة لبنت أناستاسيوس بنت أناستاسيوس دي بقى اللي هي كانت مين وسانية قرر أنه هو يجوزه لها ست دي كانت غريبة لأنها كانت متمسكة بالعبادة الوسانية جدا يقول لنا في السيرة يمكن كان غريب شوية أن يوحنى يتجاوز واحدة وسانية ما عندنا السبب واضح للنقطة دي لكن ربما كان متخيل أنه لما يتجوزها وتعرف أنه إنسان مسيحي هي كمان تقبل الإيمان أو ربما كان تحت تأثير ضغط الموقف يعني لكن الحقيقة اللي إحنا عارفينها أنه عمل إيه أنه تجوزها ولما تجوزها هي ما لقيتش فيه هو الراجل اللي يقدر يبقى مالك بعد كده لأنه كان إنسان وديع فابتدت تحط تركيزها في الإبن اللي أنجبته من الراجل اللي اسمه يوحنى ابتدت تحط تركيزها فيه وسمت الولد دوا تدرس يعني إيه تدرس؟ تدرس يعني عطية الله هبط الله هدية من الله الاسم ده معناه متة وهو هو سيء دور وهو هو تودروس وهو كمان في الأسماء المصرية الأديمة والفرعونية فتفار نفس الاسم نفس المعنى المهم هي ما سمتوش عشان هو عطية من الله ولا سمته الاسم ده عشان اعتبرته هو هبه من الله هي سمته الاسم دوا لأنها اقتدت براجل أمير من المشرق كانت شايفا رمز للقوة العسكرية عارفين من الراجل ده؟ الأمير تدرس المشرقي يعني هي سمت تدرس الشطبي على اسم قائد مشهور جدا في الجيوش كان جاي مستشرق من المشرق كان اسمه ايه بقى تدرس المشرقي فقالت أنا عاوز ابني ده يقتدي بحد قوي كده في الموضوع بتاع الحروب فأنا هسميه على اسم تدرس المشرقي الفكر ده على فكرة موجود عندنا في الكنيسة مش ان احنا بنسمي على الناس بتاع الحروب لا لكن الفكر ده موجود عندنا في الكنيسة لما بنسمي أولادنا على أسماء القديسين حب نسمي أولادنا وبناتنا على أسماء القديسين والقديسات طب و لما الكنيسة تلاقي واحد فينا كده أب ولا أم تطلع لبرا شوية وعجبوا شوية أسماء كده من الأسماء المدرن والأسماء الأجنبية والأسماء ملغبطة شوية تيجي الكنيسة لما تاخد الولد ده في المعمودية تقول لبابا وماما ايه سمي تقول اسم اللي يعجبكو ماشي لكن احنا نسميه برضو على اسم حد من القديسين واحنا بنعمده فيبقى اسم أم نرولا ده هيتعمد باسم يوحنا ده هيتعمد باسم بوتروس ده هيتعمد باسم حد من القديسين تبقى البنت اسمها نقول هنعمدها باسم ماريا ليه عشان ابنك ولا بنتك لما يكبر شوية ويقول لك بابا ولا ماما هو أنا اسمي في المعمودية كان ايه تقول له فلان او فلانة فيبتدي يدور ايه على السيرة يقتدي بالقديس ده وكثير من نبي سموا أولادهم على اسماء القديسين بصورة مباشرة يعني فهي ثانية سمت ابنها عشان يقتدي التدرس المشرقي قصدت شرا والله قصد بهم خيرا لأنه هو كمان في الاخر هتبقى بينهم صداقة روحية مسيحية عظيمة كمان بعد كده المهم انه هي ابتدت تحط تركيزها في ابنها الصغير ده ابتدت تلاقي ابو يوحنى في الدارة كده بيعمل ايه بيربي الولد تربية مسيحية من غير ما يتعمد ولا يقول له مسيحي ما كانش يقدر في الوقت ده لكن الولد بيشرب من بابا فضائل مسيحية بيشرب من بابا امور كلها تقوى وكل مرة بنحكي سيرة الامير تدرس بقول لكم القصة دي عكس القصص المعتادة اعتدنا ان ماما هي اللي بتردع الايمان لكن قصة الامير تدرس عكس ما اعتدنا الام هي الوسانية والاب هو اللي بيسقي الايمان عشان كده كل بابا برضو عليه دور كل ابا عليه دور مش الدور على ماما بس او على الام بس لا دور على الاب والدور على الخادم ان هو كمان بيعلم وبيربي كويس فتدرس شاف بابا حاجات كتير حلوة لكن الام كانت عنيفة ولما شافت المنظر ده اصرت ان يوحنى ده ايه يمشي فنافته الى بلاده مرة اخرى وكانت بالكلمة اللطيفة بتتنمر عليه بالكلمة اللي مش لطيفة كان بتعيره تقول له احنا جبناك عبده ورفعناك لمرتبة الملوك بس انت ما كنتش عاوز وما كنتش عارف فنفته الى مصر رجعته الى مصر مرة تانية لكن تدرس كان شرب كتير وشاف كتير في بابا وعاوز اقول لك في الحتة دي خليك مركز اوي فيها شوف قد ايه الولد او البنت بيتأثر بالأب وبالأم بالجدة وبالجدة بالخادم وبالخادمة ويقدر انه يستقي منهم فتدرس كان بيشرب اوي من من بابا وما كانش متقبل فكرة العبادة الوسانية لكن دفعته الى الجيش وابتدى يبقى ببان مهاراته اوي في الامور الحربية والعسكرية ومن زكاءه ابتدى يدور على بابا فعرف ان ابوه انسان مسيحي فابتدى يسأل وابتدى يعرف ويقوده ربنا الى واحد كاهن شاطر اب بقى روحي حلو كان اسمه أولجيانوس وابونا أولجيانوس ده بقى هو اللي ابتدى يعلم تدرس الايمان عشان كده انا دايما بقول ان كل واحد فينا عند ثلاثة بابا حاجة غريبة فكرة غريبة كده اسمعوها مني مختلفة شوي عنده ابوه دايما ومستمرة ولان تنتهي هي ابوه الله اللي بنقول فيها ابانا الذي في السماوات وكل انسان موجود على الارض عنده عنده اب بالجسد لانه جيه من صلبة اب والمفروض كمان كل واحد كمان فينا عنده ابو روحي اللي هو ابو الاعتراف وليه دور فعشان كده بقول كنيسة بتمتعنا بابوه مستمرة طول الوقت فالكاهن قبل اسمه والجانوس كان شاطر عرف اوي كمان يخلي تدرس يثقل في الايمان ويتعمد وكان عمره في الوقت دوا حوالي خمستاشر او ستاشر سنة المهمة بعد ما اتعمد وامن كان خرج الواحدة من الحروب ورجع منتصر واعجب جدا بقى الامبراطور اللي كان بعد الامبراطور اللي حكينا اسمه في الاول نوماريوس كانت قليديانوس اعجب جدا بي وداله ردبة كبيرة تعادل وزير الدفاع خلاك على خمسمائة قائد اللي هي اسفهسهلور ده اسم ردبة كانت موجودة في الوقت ده يقولوا تعادل كده زي زي وزير يعني او زي قائد حربي كبير وهو كمان بجنوده في مهمة ابتدى يتعرضوا لضيق وعطش وكان الموقف صعب قوي والجنود كانت هتموت منه من الامير تدرس فوقف يصرخ لربنا ويصلي فربنا يخلي السماء تمطر والجنود اللي معاه كلهم يشربوا وابتدى يحكي لهم عن المسيح وابتدوا يقاموا وهنا بتاريت قسانيا تحس انها عندها مشكلة كبيرة بقى بمستنية ابنها يبقى امبراطور او يبقى ملك على الارض او يبقى امير كبير لقى الموضوع بيطلع منها لحتة تاني تاريت تعنفه وترفض وتقوله انت عقابة لي كمان تسجد للوسن الفلاني فمسك الامير تدرس الصنم ده وكسروا على الارض ويقولوا في السيرة ان خرجت منه رائحة كريهة في الوقت ده وساب امه ومشي وقال لها انا هروح ادور على ابويا فشوف ان كمان الحياة الروحية تحتاج الى شجاعة بتحتاج الى شجاعة وكمان ينطبق عليه عشان بس ما عيدش تاني بعد القصة قاعد احكي لكم تفاصيل تاني فخلينا نقول الفواد واحنا بنحكي القصة وينطبق عليه كمان نقطة مهمة قوي قالها ربنا ياسوع المسيح في وصياء لما قال ايه لما قال من احب ابا او ام اكثر مني فلا يستحقاني لان هنا ثانية لما طلبت من ابنها الامير تدرس انه هو لاجلها هي يترك المسيح قال لها ما يفصلنش عن محبة المسيح اي شيء ولا حتى امه ده يريك قد ايه كمان ان الوصايا لربنا بيقولهن في ناس بتعرف تعيشها وتعيشها كويس لكن يعني معلش يعني سامحوني احيانا كتير قوي ممكن يبقى ابا او ام مش عاوز اقول كلمة تبقى مش لطيفة ويبقى سبب ان يبعد ابنه او بنته عن المسيح لكن احيانا بيبقى سبب ان يكسل ابنه او بنته عن المسيح خليها يعني تبقى معقولة شوية حيانا يبقى سبب ان يكسل ابنه او بنته عن المسيح وتبقى مشكلة تبقى مشكلة ومشكلة كمان كبيرة لكن امير تدرس رغم انه كان لسه يعتبر في بداية شبابه ده مش سن كبير نحن عندنا الولاد اللي في السن ده بنعتبرهم في مراحل المراهقة لكن هو في الوقت ده يسر ان يتمسك بالمسيح انا عاوز ادور على المصدر اللي انا استقط منه وهي حقيقة كانت مكافأة من ربنا مش للامير تدرس لابوه لابو يوحنا فخرج وابتدى يصلي ويصلي كتير وظهر له ملاك من عند ربنا وقال له تدرس روح الى مصر روح الى شط احنا قلنا هو كان اسفسهلار وعنده رتب وينايشين فاخد شوية جنود وتلع على مصر على شط مصر اسيود شط ولما راح هناك طبعا الناس اتخذت لايه قائد جاي بالجنود هذا جاي من الامبراطورية فقالوا جاي ياخد عساكر وجاي ياخد ولاد لدرجة ان قاعد يسأل على واحد اسمه يوحنا قال له درجة الكبير درجة العجوز انت لو جاي تاخد شباب ماشي لكن معقول جاي تاخد رجل خلاص بقى يعني ايه شيخ بعد ما هيتقابل معاه ابو يوحنا ده هيموت بعدها بخمسة ايام بس فهل بتدور على يوحنا قال له انا مش جاي اخد ولاد ولا جاي اخد شباب هو كان بيدور على ابوه وكانها كانت مكافأة من ربنا ليوحنا وكان واخد معا اثنين كمان من كبار رجال جيشه واحد اسمه ابي فام واحد اسمه ديسكوروس وصلوا لحد شط واول ما وصلوا هناك دخلوا الكنيسة ولما دخلوا الكنيسة وابتدوا يصلوا هم الثلاثة الناس تعرف ان هم مسيحيين فيتطمنوا يعني وصلوا فعلا بابوه تقابل مع ابوه يوحنا وعرفوا بعض وتقدر تعتبره كان لقاء روحي وتقدر تعتبره كان مكافأة من السماء للأب اللي زرع في ابنه بزرع حلوة على الرغم من كل الضيق اللي كان حواليه ودي تعزيات ودي مكافأة ودي أمور جميلة ربنا بيعطيها للإنسان ويقول بعد خمسة أيام زي ما بقول لحضراتكم كده بارك يوحنا ابنه تدرس وانتقل وحضر ابنه كمان الوقت اللي صلوا فيه على أبوه ودفنوه كمان فيه ولما رجع تدرس بناء على استدعى كبيرة كده جالوا مند قليديانوس إن في حرب جديدة مع الجماعة الفرس وكانت الحرب دي في أنطاقيا قالوا أنا اخترت أحسن اتنين عندي هذا الإمبراطور يخرجوا للحرب دي عارفين من أحسن اتنين كانوا عنده الأمير تدرس المشرقي والأمير تدرس الشطبي فجمعهم جمعهم 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 وتشوفها في القصة كأنها قصة عسكرية وكأنها قصة حربية وكأنها قصة بوليسية لكن في حقيقة الأمر هو جمع روحي من قبل الله من كبر ربنا صداقة القدسين بقى حاجة تبقى جميلة فلما اجتمعهم الاثنين مع بعض والاثنين عارفين أنه هما مسيحيين بقى لقاء روحي بعيدا عن موضوع الحروب والكلام دوا الاثنين بقوا في لقاء روحي الاثنين بقوا في لقاء روحي المهم أنه حاجة جميلة جدا كمان كانوا عارفين قد إيه الحرب جديدة وصعبة اللي هما خرجين لها فيعملوا ايه شوف القادة بقى بتعمل ايه يحكيوا في القصة أن قاعدوا يفكروا فلاقوا أن أحسن حاجة يعملوها قبل ما يخرجوا إلى الحرب أنه ما يتسندوا على مين على ربنا فدوروا على الكنيسة اللي كانت موجودة في البلد دي وطلبوا الكاهن اللي كان موجود في البلد دي وطرقوا أنه هو بكرة يصلي القداس ويرفع الزبيحة باسمهم عشان هما خرجين للحرب دي قوة الله بقى شوف بقى نقول لكم هناخد كده الفوائد وإحنا ماشيين في القصة شوف كده لم يقول لك إن لم تعرفي آياتها الجميلة فأخرجي على أثار الغنم ولك شوف كده القدسين اللي بيقول لنا خرجوا على أثارهم كان لما تقابلهم ضيقة أو شدة أو أمر جديد في حياتهم يلجأوا إلى إيه المسبح إلى المسبح يقولوا يا رب سعيدنا اللي بحكوا لكم ده مذكور في القصة بالتفصيل كتبه وأبونا تدرس يعقوب في بستان القدسين بالتفصيل ويدوروا على المسبح يدوروا إزاي وهم خارجين لأمر صعب عليهم إن يتسندوا على ربنا عشان كده اوعى تستهين بالمسبح وتستهين بالمسبح لما يقولوا إن إحنا لنا فعلا فعلا مسبح تهتز له أعتاب السماء شوف كده لما بتطلب من ربنا بإيمان وتحطت البطاق دي على المسبح بتبقى استجابة ربنا قوية قد إيه أي ما كان بقى طريقة الله في الاستجابة عشان ما نكشش في موضوع تاني لكن شوف تبقى استجابة ربنا قوية قد في القصة اللي بنحكيها لاثنين انتصروا انتصروا لإن هما تسندوا على مين على ربنا على ربنا على الرغم إن هما الاثنين قضى كبار والاثنين كان كل واحد منهم ممكن يقول إيه أنا عندي مهاراتي وأنا عندي خبراتي وأنا عندي انتصاراتي وصوالاتي وجوالاتي السابقة اللي أنا كنت فيها لي بطولات عظيمة ومديلنا رتب ونياشين عشان بطولاتنا كانت لا لا برضو مهما يكون الإنسان شاعر في نفسه بنوع من القوة فإحنا إيه محتاجين قوة ربنا هي اللي بتسند وفعلا رفع الكاهن الزبيحة من أجلهم على المسبح وخرجوا للحرب وانتصروا وانتصروا ورجعوا هما الاثنين منتصرين ولما رجعوا كافئ كافئ الراجل ديقليديانوس الأمير تدرس الشطبي بأنه إدالوا بقى ردبة تاني وجعلوا والي على مكان اسمه إيه؟ أخيتيس وأخيتيس ده كان مكان مشهور إن في مشكلة المشكلة كانت في أخيتيس إن كان في تنين شطان بيستعملوا والناس من خوفها منه عشان دي أفكار شيطانية بقهم يقدموا لي زبائح بشرية من الأطفال فيدوا ويقدموه فلما راح الأمير تدرس وعرف الحكاية دي لقوا لقى الناس كلها قلقانة ومتوترة فيقول لا دي أفعال شيطانية وإحنا ربنا أعطانا بقوته إن إحنا نعمل إيه؟ ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو فهو كان واثق في ربنا بس الناس ما طلبتش لحد ما فيه أم كان عندها طفلين أصروا ياخدوا منها الولد والبنت وربتنهم في الشجر عشان يعملوا إيه؟ يقدموهم زبيحة للتنين لم عرفت إن الأمير تدرس مسيحي جريت عليه وقالت له على فكرة أنا إمرأة مسيحية أولادي مسيحيين وجوزي كان اتأثر في الحرب ومات وهم عشان عارفين إن أنا مش منهم فهياخدوا أولادي دول ويعملوا إيه؟ ويقدموهم يقدموهم ليه التنين فلا ما تخفيش وخرج الأمير تدرس هو بقوة ربنا وبساهمه وعمل إيه؟ وموت التنين على الرغم من الناس اللي كانت موجودة حواليه والجنود اللي كانوا معاه كانوا رفضين الفكرة دي لأنه كانوا خايفين إن هو اللي يحصل له يموت لكن زي ما بقول لكم هو مستند على ربنا اللي أعطانا قوة لأنه كان عارف إن دي أعمال مشاطين أن ندوس الحياة على عقارب وكل قوة الشيطان عشان كده بمننا بنعدي على الفوائد برضو وإحنا ماشيين الإنسان اللي ماسك في ربنا كويس مش بيخاف من الشيطان ولا يقعد يفكر في أفكار غريبة كده اللي بقى بيسمعوها ونقعد كده أنه بقلقانين من حاجات غريبة إنسان المرتبط بربنا واللي عايش في ربنا واللي مسنود على ربنا وبيتناول بياخد جسد ودم ربنا وثابت بيجاهد إنه يبقى ثابت في ربنا ربنا بيديله إبوة ليس من عنده ليس من عند الإنسان إبوة دي من عند مين من عند ربنا وهو قال كده قال إيه تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فربنا هو اللي بيقول لنا كده خرج الأمير تدرس وقاتل التنين ورجع للأم إيه ولادها رجع للأم ولادها وقبل ما الحتة دي طهرب كده مني عشان برضو هحكي لكم الأيقونة هي مش باقي إلا فيها مشهد تاني لأيقونة بتاعة الأمير تدرس فيها إيه فيها الأمير تدرس فارس لأنه قائد وعلى حصان لأن القائد بيبقى راكب حصان وفي إيه الرمح بتاعه لأنه هو كان بحارب وتحته التنين تقول يا ابونا بتلغبط في الأيقونة بتاعة ماري جيرجيس على الأمير تدرس صح أبو سفين مميز عشان في سفية لكن بقى بندخل بقى إيه تلاقي أيقونة ماري جيرجيس على الأمير تدرس وأحيانا على القديس أبا سخاريون فتلاقي العملية كده إيه لغبطت لا أنا مش خليها تلغبط أيقونة بتاعة الأمير تدرس مميزة بعيدا عن الرمح بقى والتنين إن فيها الأم وقفة جانبه كده بتترجاي يتصرف وتلاقي طفلين كمان مربوطين فين في الشجرة دي الأيقونة المشهورة تميز بها أيقونة الأمير تدرس يعني هتلاقي في الأيقونة اللي عندنا أيدي المتدشينة في الكنيسة أو في الأيقونة اللي إحنا كمان كنا بنلف بها في الدورة تلاقي الطفلين مربوطين كده والأم وقفت تترجاها وبتطلبه النتيجة كانت إيه إن أهل القرية إيه اللي حصل لهم أمنوا أهل البلد أمنوا فبقى الأمير تدرس بيشهد للمسيح في كل مكان هو موجود فيه خلي ده سؤال في بالك يا ترى أنت في كل حتة بتشهد فيها المسيح يا ترى أنت في كل حتة موجود أنت بتكرز باسم المسيح ليس لازم معجزات وليس لازم تنانينه ومش لازم الكلام ده لكن يا ترى أنت في كل حتة بتكرز باسم المسيح يا رو أعمالكم الصلاحة في ومجدوا أباكم اللي في السماوات الناس دي أمنت عشان شافت في الأمير تدرس إيه شافت فيه قوة وشجاعة وثبات في ربنا وشافت فيه طبعا سلوك يليك بولاد ربنا عارفين مين اللي واشد بالأمير تدرس في الموقف ده نرجع تاني النفس المشكلة أمه جننت لما عرفت أن البلد كمان اللي هو بقى والي عليها هم كمان أمنوا بالمسيح راحت قالت لديقليديانوس وكان ابتدى ديقليديانوس يدخل العبادات الوريسانية ويطلع المنشورات أنه محدش يعبد إلا الأصنام والأوسان راح يتقاليت له الأمير اللي عندك اللي هو ابني اللي اسمه الأمير تدرس في أخيه توس مسيحي وخلالك القرية كلها إيه مسيحيين جابوا يلطفوه شوية يطلبوا منه شوية يغروه شوية اللي كان ثابت قدام أمه هو كمان ثابت إيه قدام القادة والولاء لذلك الانجيل بتاع العشية كان يقول لا تخافوا من أي حاجة ربنا يعطيكم فم وحكمة ونعمة دم كل المعاندين تري الانجيل دايما في سير الشهداء والقدسين اللي سفكوا دمهم من أجل اسم الملك المسيح فابتدى يحاولوا يلطفوه يحاولوا 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 ما حصلش أبدا إن هو يوافق على الكلام دو لكن شوية بعد كده كمان ويمشي دقليديانوس ما كانش لسه على فكرة الأمير تدرس استشهد يمشي دقليديانوس ويأتي وراه بعد كده حد تاني كان يسمه لكينوس ويبتدي هو اللي يضطهد الأمير تدرس ويضيقه عذابات مرة وفي النص يظهر يعني أصل التاريخ فيه طويل في الموضوع تشوية يظهر الملك قسطنطين ويبتدي بقى يأمن بالسيد المسيح ويبتدوا يعمله معاهدات ولكن كان الكينوس في السكة قبل ما قسطنطين يؤمر بنشر العبادة المسيحية بالكامل في الإمبراطورية كان عزب كتير لكينوس ده الأمير تدرس وفي الآخر في الآخر كمان ابتدى يعني لقوا منكس الرأس يضرب فيه جامد وقدام سباته في الإيمان أمر أنه إيه؟ أنه يقطع رأس الأمير تدرس ونال الأمير تدرس إكليل الاستشهاد يوم عشرين أبيب سنة 320 ميلادية استشهد هو تذكر الاستشهاد بتاعه عشرين أبيب وبعدها الإمبراطور قسطنطين كان في الأول أباح يعني ترك حرية العبادة لكن بعد كده كمان أمر أن كل المكان يعني نشر العبادة المسيحية في الإمبراطورية بتاعته كله أنا بحكي لكم اللوقت دي اللي بنختم بها ليه؟ لأن في الوقت ده في الوقت ده في الوقت ده في الوقت ده رغم أن ابنها استوشت هي ثانية بقى كان ابتدى ربنا يحرك قلبها وابتدت تشوف ثبات ابنها في الإيمان حتى الاستشهاد وابتدت كمان تشوف انتشار المسيحية في الإمبراطورية كلها على إيد الملك قسطنطين فلأني ربنا عاوز يورينا أن الصورة كلها كانت جميلة لحد الآخر فقولوا في آخر السيرة أن أسانية في الآخر هي اللي عملت إيه؟ أمنت أمنت هي كمان أتخيل أتخيل أن الأمير تدرس كان ليه دور في إيمان أسانية بتخيل مش بس بالسيرة أو بالقصة أو بالاستشهاد ولكن بصلاته الأجلحة كمان لدي من أهم الأمور دي من أهم الأمور زي ما في قوة صلاة والدين فكمان في ناس بتصلي الوالديها يعني الموضوع متبادل كده معكوس وإيمانها ده كان في كمان حاجة جميلة قوي قوي تفرحنا نحن في مصر إنها كانت حاسة أنها عاوزة تعمل إيه؟ ترد الدين فخدت جزء من الريفات بتاع الأمير تدرس وجات بيه على فين؟ على مصر وجات بيه على مصر وإلى شد وديته للكنيسة في مصر سلمت الريفات للكنيسة في مصر تحس أنها عاوزة تجيب رفات ابنها جنب أبوه اللي كانت هي زمان عملت إيه؟ زلمته كتير هي كانت زمان زلمته كتير لدرجة أن أول كنيسة بانت على اسم الأمير تدرس اسمها مرتبط باسم أمه يعني ترجمت الكلمة هي كلمة فرعوني وقديمة ترجمتها أم الأمير تدرس اسم الكنيسة طبعا هي كنيسة مع مرور الزمن والأيام يعني اندصرت ومكانها بقيت كنيسة تاني باسم الأمير لكن هو مذكور في سيرته التاريخية الجزء دوان وجير فات الأمير تدرس إلى مصر ونعتز به لأنه هو أصله مصري من شد فأسيوت طب بقي حاجة واحدة بس جنب الحاجات الجميلة اللي في سير القدسين بقي شفعيتهم صح؟ يعني من ضمن الحاجات الجميلة أن إحنا ربنا بيقول لنا إن لم تعرفي آياتها الجميلة فأخرجي على أثار الغنم الغنم ورعي جدائك عندما سكنوا الرعاة ما هو الأمير تدرس هذا من الرعاة عند الكنيسة في الكنيسة بقي حتة مهمة أوي جميلة الشفاعة شفاعة أحكي لكم معجزة نختم بها عملها الأمير تدرس في البدايات خالص في البدايات في وقت من الأوقات وذلك تبقى موجودة هي كمان في الأيقونة آخر سورة في الأيقونة ولكن لا تبقى موجودة في كل الأيقونات في وقت من الأوقات كان يحكم مصر سلطن اسمه السلطان بارقوق اسمه كده اسمه السلطان بارقوق هو كان يحكم مصر وكانت علاقة مع المسيحيين معتدلة ما كانت فيها مشكلة لكن فيه ولد من ضمن الولاد ولاد الكنيسة اتواشى به وتظلم ودخل في مشكلة وابتدى يتحكم قدام هذا السلطان يتحكم قدام السلطان والسلطان قرر انه دي اهانة موجهة لهم وانه هتبقى عقوبتها مش بس ان الولد يتحبس ولا يتعدم لا ده يبقى فيه ايام صعبة على الكنيسة كلها كان البابا اللي موجود في الوقت ده اسمه البابا متى المسكين مش أبونه متى المسكين اسمه البابا متى المسكين ده فتاريخ الكنيسة بابا وات الكنيسة فعمل ما developer متى المسكين كان شفيعه كان شفيعه الامير تدرس كنamped road للبابا مهلا ايام قليلة اوي بيحكوا في القصة كده يعني جري البابا على كنيسة الامير تدرس الموجودة لحد النهارده في حارط الروم ودخل وقال له أنا أترك الكنيسة طبعا والأمير تدرس ده من شهداء الكنيسة قال له كهنوته وبسلطانه أنا بقولك أنت لازم تتصرف وتعمل إيه وتخلص الولد ده وتظهر أنه هو إنسان مظلوم إنسان مظلوم عشان الكنيسة كلها ما تتعرضش لضيقات أو للطهات ويحكوا في القصة يعني أنه قال له ده ما كفرصة قد إيه ثلاث أيام قال له أنا البطرق فأنا ما أعطيك مهلة ثلاث أيام اللطيف يعني في الموضوع إن قبل المدة دي ما تخلص لقى أبونا ده البطرق وهو قاعد في مكانه لقى الولد جيله وبيعمل مطانيا وبيقول له السلطان أطلق صراحي وعرف إننا إنسان بريء وإني الكلام اللي تقال ده كله كان كلام ظلم قال له وده حصل إزاي قال له معرفش قال له في حد جاله وتكلم معاه وعرفه وفيه تفاصيل إحنا ما نعرفهش هو قال لي يا ابني أنت مظلوم امشي وارجع للبطرق بتاعك خدوا وجري بيه وراح بيه على فين على الكنيسة بتاعة الأمير تدروس اللي في حارة الروم لنعم المطانيا نصلي شكر لربنا والكنيسة في الوقت ده اللي هناك ابتدت من من الحدث ده أو الموقف ده تضيف وهذه الأيقونة الموجودة في الدير تضيف في الأيقونة صورة للبابا متى المسكين فهتلاقوا جنب في الأيقونة بعض الأيقونات تلاقوا صورة لبطرق واقف ومسك الصليب بتاعه في الخلفية بردو لأن دي كانت من بدايات وأشهر المعجزات اللي الأمير تدروس كان عملها مع الكنيسة في مصر في الوقت ده فعاوز أقول لك أن من سير القدسين دروس جميلة إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين نساء فأخرجي على أثار الغنم بنقتدي بالقدسين وبسيرهم فاقتداء وعاوز أقول لك كمان أن في السيرة ربنا يرينا قد إيه أن أكتر حد تحبه من قلبك هو ربنا وحب بعد كده كل الناس بس حب بعد كده والديك وأخواتك وأولادك وأزواجنا وزوجات كل الناس وحتى أعداءنا بس خليك فكر أن من سيرة الأمير هو طبق الوصية أن اللي يحب أب أو أم أكتر من ربنا فلا يستحق المسيح هو طبقها هو طبقها وكانت نتيجة لده أنه عارف يجيب مامته كمان أو أمه يعني للمسيح خليك عارف أن تكالك دايما وسندك دايما على ربنا زي ما عملوا كده لما كانوا خارجين للحرب سندوا على مين على قوة ربنا على المسبح فخليك عارف أن لنا مسبح تهتز له فعلا أعتاب السماء وهل بالك أننا نؤمن بشفاعة القدسين شفاعة التوسلية أنهم فعلا يشفعوا عنا شعرين بنا شعرين بالكنيسة نطلبهم بيصلوا لأجلنا ربنا ينفعنا ببركة صلوات الأمير تدرس الشطبي وأمير تدرس المشرقي وكل الشهداء والقدسين ونساكل لأرضه اسم ربنا منذ البد لربنا كل مجد وكرمه من الآن وإلى الأبد أمين موسيقى أمين بخريستوس بالنوتي أمين بخريستوس بالنوتي يوها المسيح لهنا يا ملك السلام عطينا سلامك قرر لنا سلامك واخفر لنا خطيان لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر بنا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزانا اللي زلغت دعاتينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن ذا المزنبين علينا ولا تتلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صارة بنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد آمين عندنا لقمة بركة وعندنا على الباب توزيع البركة بتاعت العيد كل سنة مطيبين الآن محبة للضبط كل نعمة ابن الوحيد ربنا مخلص نسوع مسيح شركة موهبة تعطيت روح كدس تكون مع جمعكم قمدوا بسلام سلام ربكم معكم أترجاكم نيجي من الجناب ونخرج من النص نيجي من الجناب ونخرج من النص شكرا اشتركوا في القناة